عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمناقشة سبل تعزيز الصادرات المصرية من الدواء وتقديم الدعم المناسب للمصانع والأنشطة الاستثمارية التي تعتزم زيادة صادراتها نقش الاجتماع مبادرة مصنع كارمان لتعزيز صادرات الدواء مصرية الصنع إلى أسواق دول الخليج بشكل عام في ضوء بعض التيسيرات التي توفرها تلك الدول والتي تهدف إلى مساعدة مصانع الأدوية المصرية في زيادة نسبة التصدير نظرا لجودة المنتج وزيادة إرادات الدواء بمعدلات كبيرة ويأتي اجتماع رئيس مجلس الوزراء في إطار رؤية الدولة المصرية لتوطين صناعة الدواء بالتعاون مع القطاع الخاص وتغطية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات إلى السوق الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر